اشتركوا في القناة امستردام من الافلام اللي كانت مرتقبة جدا وفيه اسباب كتيرة كانت المفروض تخليه بينظر له على انه من اهم الافلام اللي في السنة ومن اكثر الافلام المتوقع انها تكون متميزة وجيدة على رأس الاسباب دي تأيمة الممثلين او ايمة الابطال بتاعته حضراتكم لو دخلتوا على صفحة الفيلم على ايم دي بي ورحتوا للحتة بتاعت الممثلين وقعدتوا تعملوا سكرول 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 كده هتوصلوا في الاخر روبر دي نيرو فنحن نتكلم على كاس تعملاق جدا وقوي جدا وبنتكلم على مخرج ومؤلف مشهود له بالكفاءة وكان عنده سلسلة من الافلام فترة من الفترات كلها كويسة وكلها متميزة جدا انطلاقا من فيلم ده فايتر وبعد كده فيلم ده سيلفر لاينينجز بلاي بوك وبعد كده فيلم امريكان هاصل وبعد كده فيلم جوي وده اخر فيلم عامله سنة الفين وخمستاشر بنتكلم طبعا عن ديفيد قراصل ومن بعد الفين وخمستاشر مشاريع ومشاريع حاجات داخلها وحاجات في الاخر ما بتكتملش وبعدين اسمه جي في الموضوع اللي انتوا عارفينه ك كده بس ما تكنسلش على الاخر يعني وعموما اخر ظهور ليه ما كانش على مستوى الافلام اللي قبله فيلم جوي ما كانش من اعظم افلامه وان كان فيلم جيد فالمرة دي العودة مع فيلم بنرجع فيه في الزمن الورا شوية معانا اكثر ممثلين ممكن نتخيل انهم يجتمعوا في فيلم واحد بادوار معقولة مش مجرد ضيوف شرف او ظهور عابر للممثلين دول ومنهم ممثلين تميزوا معاه هو شخصيا زي روبرد نيرو نفسه زي كريستين بيل مثلا احداث الفيلم بتدور على خطين زمنيين الخط الاول اثناء الحرب العالمية الاولى في اوروبا وبنشوف صداقة بتنشأ ما بين هارولد وبيرت اللي الكنين بيتصابوا اصابة فادحة جدا وبينتقلوا لمستشفى وبتعالجهم فالري اللي بتقوم بدورها مارج روبي وهناك بتنشأ الصداقة الثلاثية ما بينهم رغم فداحة الاصابات اللي موجودة فيهم ومنها بيرت اللي بيجسدوا كريستين بيل اللي بيفقد عينه وبينتقلوا مع بعض الامستردام وبيعيشوا اجمل ايام حياتهم هناك ولكن بيرت بيقرر انه عايز يرجع تاني الامريكا لانه طبيب ولانه متزوج وعاوز يرجع لحياته مرة اخرى فالصداقة دي بتتفكك وبعد كده بنسافر في عدد طويل من السنين بنوصل لمرحلة التلاتينات وهناك الصداقة اللي ما بين هارولد وما بين بيرت بتقابل مطب قوي جدا لما بيتموا هما اللي اتهمهم في قضية قتل وبيبذلوا مجهودات كبيرة جدا عشان يثبتوا برائتهم فيا ترى ايه اللي حيحصل وانا بتفرج على الفيلم دو اتقابلت حالة من حالات عدم الارتياح مش مبسوط الاحداث اللي بتحصل قدامي ما بتثرش اهتمامي بشكل كبير اوي وتعبت شوي عشان عرف احطي ايدي على المفاصل او المشاكل اللي خالد تجربة المشاهدة مش متميزة لان في نفس الوقت الادوات الفنية او كثير من الادوات الفنية والتقنية اللي موجودة في الفيلم في افضل صورها يعني مثلا طريقة التعامل مع الحقبة الزمنية القديمة الخطين الزمنيين اللي احنا بنتحرك ما بينهم من اجمل ما يمكن ومن اروع ما يمكن على مستوى جميع المفردات البرودكشن ديزاين الديكور اماكن التصوير الملابس والملابس متنوعة جدا لاننا عندنا كوكبة زي ما بنقول من الممثلين ومن النجوم وكلهم على فكرة في حالة رائعة جدا على مستوى التكسيد وزي ما بقول الفيلم ده بيتميز بان الادوار الصغيرة بتاعته ما هيش ادوار صغيرة اوي يعني من النجوم اللي ظهروا في التريلر مثلا تيلر سوفت دورها صغيرة اوي لكن مؤثر ومهم جدا روبرد نيرو شخصيا ظهر قبل كده في افلام لديفيد اورسل بادوار شخص صغيرة اوي مش متميزة المرضي الدور بتاعه المتميز فيه تكسيد وفيه تحديات اتصور ان الاداية الافضل على الاطلاق لكريستيان بيل لانه كمان عنده تحديات جسدية وتحديات في طريقة التصرف بعد الاصابات اللي جات له اللي هي فادحة جدا وبتأثر اوي على طريق التصرفه وعلى التعامل بتاعه لانه طبيب كذلك وبيبتكر وبيجرب في الادوية للمفروض تساعده مارجو روبي برضو من افضل مرات الظهور لها لان الشخصية بتاعتها برضو عندها بعض التحديات الصحية وبالأخص في النص التاني من الفيلم مفيش اي اداء اقدر اقول ان هو دايقني او ازعجني رامي مالك على سبيل المثال من اجمل ما يمكن وانا جيت على رامي مالك كتير جدا فبعض الاداءات وبعض الادوار لا المرضي متميز وبيشع حقيقي بيقدم دور متميز جدا وعلى فكرة مساحته برضو مش صغيرة انيا تيلر جوي بتقدم دور ممكن يكون غريب عليها هي كمان لان المرضي ما هياش بنت صغيرة اوي وما هياش في الجانب البريء او الغريب الاطوار من الادوات الفنية المتميزة جدا برضو في الفيلم الماكياج لان كتير من الشخصيات بتاعتنا من المحاربين القدامى وعندهم تنوع كبير جدا في شكل الاصابات بتاعتهم وعلى فكرة موضوع المحاربين القدامى دوت من المواضيع المهمة جدا في الفيلم واللي اتصور انه ممكن يكون من الركائز الاساسية في الفيلم طريقة النظر ليهم وطريقة التعامل معهم زي ما حنيجي كمان شوية ومن الحاجات الحلوة واللي مش حلوة في نفس الوقت في الفيلم ان فيه كلوزوبس كتير اوي بنقرب بالكاميرا كتير اوي على وشوش عدد كبير من الممثلين وبعضهم من مصاب الحرب بدول فانك تبص في التدقيق بتاع كيفية تنفيذ الماكياج بتاع الاصابات بتاعتهم والامور اللي زي دي كان شيء متميز بشكل كبير اوي بس كل ده ما ينفعش ان الفيلم كان ممل في اوقات كتير وكان مربك في اوقات كتير طريقة التعامل مع الاقاع بتاعه مش جيد على الاطلاق في اوقات كتير فعلا ممكن تسرح تلاقي نفسك امام تسلسل خد وقت اكتر من اللازم وانت مش عارف هو ده بيخدم القصة الرئيسية لايه ولما نوصل لموضوع القصة الرئيسية اصلا هنلاقي علامات استفهام كبيرة اوي انا ادعي ان احنا لو دخلنا عشر بني ادمين الفيلم ده وخرجناهم منه قبل ما يخلص بعشر دقائق بس لان في اخر عشر دقائق الموضوع بيختلف وانا لهم الفيلم ده بيدور عن ايه احداثه بيدور عن ايه ايه هي الموضوع الرئيسي بتاعه او ايه هو الموضوع الرئيسي بتاعه ما اعتقدش انهم حيتطفقوا اعتقد ان كل واحد ممكن يطلع بتوصيف مختلف وده حقيقي لان القصة بتاعتنا فيها طبقات كتير وده في العادي مش شرط يكون عيب لو انت قادر تتعامل مع الاقاع بتاعك بشكل جيد وواضح الاولويات بتاعت الخطوط اللي احنا بنمر بيها او الرسائل او المواضيع اللي انت بتناقشها لان الفيلم دوت عنده رسائل وعنده مواضيع لكن ده ما بيتمش برشاقة داخل الاحداث على الاطلاق وزي ما بقول التعامل مع الاقاع بيصدر ملل في اوقات كتير الغريب بقى هو ان اخر 10 دقايق من الفيلم بتحسم بشكل واضح جدا هو احنا مهتمين بايه بالضبط وبنحكي انهي حكاية واتصور ان العشر بني ادمين اللي كنت بقول لكم عليهم دول ممكن ما يجيش في ادنقهم الموضوع ده على انه الموضوع الرئيسي بتاع الفيلم ممكن يقولوا ان الفيلم بيدور عن الصداقة ممكن يقولوا انه بيدور عن الحب ممكن يقولوا انه بيدور عن الاشارات الخاطئة اللي بترسم طريق قدام البني ادم وبيتحرك فيه لمرحلة معينة ما بيبقاش عاوز يتراجع عنها بسبب اللي انجازوا فيه وان دوت ممكن يقودوا في النهاية التعاسة ابداية ده على مستوى الدراما والشخصيات وعلاقتهم ببعض ولكن لو خرجنا الفوق شوية وفكرنا على مستوى الرسالة الصراحة برضو هنلاقي الموضوع يلخبط شوية بس بعض الامور وبعض المواضيع ممكن تكون واضحة زي ما بقول لكم كده فكرة المحاربين القدامى اللي مش بالشرط لسه محاربين حتى الان او عندهم رتب او امور زي دي الناس اللي حربت الناس اللي اتصابت الناس اللي خسرت حاجات في الحرب ورجعت انضمت للمجتمع مرة اخرى اللي اشتغل محامي واللي اشتغل دكتور واللي بيحاول يدور على السعادة واللي بيحاول يدور على الروابط اللي كان حاسس بيها اثناء فترة الحرب المجتمع بيبصلهم ازاي وبيتعامل معهم ازاي وبيديهم الاحترام الكافي ولا لأ وهما بيتعبوا قد ايه علشان يثبتوا مكانتهم في المجتمع اللي من الواضح انها تراجعت بشكل كبير امام رجال الاعمال واصحاب النفوذ واصحاب السلطة الاجتماعية والامور اللي زي دي لدرجة ان هما بيشعروا بالانصحاق وهم بيتحدثوا معاهم وبيطلبوا منهم طلبات المفروض ان هي حقوق اساسية عندهم ممكن يكون الفيلم مهتم يوضح قد ايه الديمقراطية في اي مجتمع في الدنيا كيان هش جدا محتاج تكاتف الجميع ومساعدة الجميع عشان يستمر ويفضل قوي زي ما بقولكم لو بصين على الحاجات دي كلها على انها اختبارات الموضوع مش هيكون عاد لان اخر عشر دقايق بتحسم الموضوع بشكل واضح ولكن الفيلم مش اخر عشر دقايق بس للأسف كمان على مستوى الادوات الاخراجية زي ما يكون ديفيد اوراسل وحشيته السينما بقاله فترة طويلة ما بيشتغلش فجاية يطبق عدد كبير جدا من الافكار مش بالضرورة تنتمي داخل نفس الفيلم كنت بقولكم على موضوع الكلوزبس والصور المقربة قوي في بعض الاحيان كانت بتخدم استعراض كفاءة الميكوب ولكن في اغلب الاوقات كانت مزعجة كانت بتخوف في بعض الاحيان من شخصيات مش مفروض نخاف منها والمفروض نتعاطف معاها وفي احيان تانية كانت زي ما تكون بورتريهات لشخصياتنا الرئيسية وده برضو مقدرتش افهم قوي او اتواصل قوي مع قيمته طبعا من العدل جدا اننا نحمل ديفيد اوراسل كول الامور ديت لان هو اللي كاتب السيناريو هو اللي مخرج الفيلم تقنيات سردية كتيرة جدا استخدمها كتيرة مش بشارط تكون وحشة ولكن كتيرة زي حتى الانتقال ما بين الخطين الزمنيين اللي اتكلمنا عنهم مش هقول ان هو مربك لان شكل الشخصيات واضح ولكن توقيته مش دايما بيخدم الاولويات اللي انا حسس بيها وانا بتفرغ في بعض الاحيان كنا بنقدم سيناريوهات خيولية لو انا فكر صح ده حدث مرتين داخل الفيلم نمط ظهورهم مش ثابت توقيت ظهورهم حتى الفرق ما بينه ملوش معنا ولو انتقلنا الجانب الرمزيات مش قادر افهم كتير منها عندنا جانب مهم جدا من الاحداث او من الامثلة بيتم تقدمها من خلال نشاط مراقبة الطيور بشكل متكرر وطوال احداث الفيلم كذلك الفنون المختلفة الغناء الفن التشكيلي الفن التعبيري كتير منه مش قادر افهم الرسالة اللي بيحاول يوصلها هل ده كان الهدف منه بس انه هو يوطفي بعض الاهمية لكتير من الادوار اللي موجودة في الفيلم لان لو هو دوت الهدف فاعتقد اننا فشلنا فيه لان دوت اثر بالسلب على اداء الممثلين لانه من المعروف ان ديفيد او راسل بياخد الممثلين بتوعي ووصلهم مباشرة لترشحات الاوسكار فيلم دا فيتر وصل بتلت ممثلين فيلم امريكان هاصل اربع ممثلين فيلم دا سيرفر لاينينجز بليبوك اربع ممثلين فيلم جوي ممثلة واحدة الفيلم دوت فيه اداءات تمثيلية كتير تستحق تتواجد في ترشحات الاوسكار بناء على المعروض لحد دلوقتي ولكن حالة الارتباك اللي ممكن تنتابل المشاهد وهو بيتفرج على الفيلم ممكن تأثر بالسلب على الفرص دي بعد عدد كبير من الاسابيع في السينمات المصرية بدون اي طرح جديد الاسبوع دوت نزل اربع افلام منهم امستردام بالاضافة للفيلم المصري فضل ونعمة وفيلم دا وومان كينج وفيلم دونت ووري دارلينج للأسف حسب اللي شفته من امستردام ممكن ما يكونش اولوية برشحة للناس عشان يتفرجوا عليها في السينما مع الوضع في الاعتبار اني لسه ما شفتش باقي الافلام مش هقدر اقول عليه فيلم وحش ممكن اقول عليه فيلم طموح حاول يقدم اكتر بكتير مما يحتمل موضوعه ومما تحتمل شخصياته ومما تحتمل قدرتنا الشخصية على الاهتمام لذلك فالنتيجة في النهاية محبطة تقييم الفيلم امستردام هو الستة من عشرة خلونا نفتكر موضوع الطموح دا طموح دا يعني صعب على نفسه جرب في حاجات كتير اخفق في حاجات ونجح في حاجات بس الحاجات اللي اخفق فيها خلت تجربة المشاهدة مش جيدة وفي مناقشة الحلقة اعاوز اعرف في رأيكم فيلمكم المفضل لديفيد او روسل ياريت تساهموا بيه في الكومنز الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارووا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات او البول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وباي باي